دعا محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس الدول الشقيقة والصديقة لعادة بعثاتها الدبلوماسية وفتح سفاراتها ومكاتبها القوصلية في العاصمة عدن وأكد خلال لقائه سعادة السفير جمال عوض الناصر مستشار وزارة الخارجية لشؤون ديوان عدن استثباب الأمن والاستقرار في العاصمة وتوفر كافة مناخات وأجواء عمل البعثات الدبلوماسية وتطرق لقاء المحافظ لملس والسفير ناصر إلى مناقشة عدد من القضايا أبرزها عمل المنظمات الدولية وضرورة التنسيق بين وزارة الخارجية والسلطة المحلية بهذا الخصوص إلى ذلك أشهد مستشار وزارة الخارجية بجهود المحافظ لملس في تطبيع الأوضاء في عدن وإعادة حركة العمل في الكثير من قطاعات البناء والتنمية حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي بعدنا الأساد بدر معاون